موسيقى أهم الأخبار منتين أهلا بكم أينما كنتم تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني من القضاء على فردين تكفيريين وتدمير ست دراجات نارية وعدد من الأوكار تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع الابوات النسفة في وسط سيناء هذا فضلا عن ضبط عربة ربع نقل على أحد المعابر محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بأن يتولى مصطفى كمال مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع اختصاصات رئيس مجلس الوزراء لحين عودته إلى مباشرة مهامه وعوض حمد بولي أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه قبل سفره بمتابعة عدد من الملفات خلال فترة غيابه كان المهندس شريف إسماعيل قد توجه إلى ألمانيا في رحلة علاجية تستغرق أيام قال نائم محافظ البنك المركزي المصري جمال نجمة أن إجمالية حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 حتى الآن بلغ نحو 66 مليار دولار وضف نجمة أن عمليات التجارة الخارجية تشمل سداد مستندات تحصيل وفتح اعتمادات مستندية كما لفت نائم محافظ البنك المركزي المصري إلى أن حصيلة التدفقات النقدية في البنوك العاملة في السوق المحلية ارتفعت إلى أكثر من 57 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال زيارته إلى لبنان برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وخلال لقاء حرص أبو الغيط على الاستماع إلى رؤية الحريري حول الوضع العام في لبنان حيث أعرب أبو الغيط عن وقوف الجامعة العربية في صف تعزيز الاستقرار في لبنان الذي يقر الجامعة بخصوصية وضعه السياسي تقدر الإشارة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد التقى أيضا خلال زيارته لبيروت بكل من العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية ونبيه بري رئيس المجلس النهبي وصل الرئيس الزيمبابوي الجديد إمارسون مينجا جاكوا النائب السابق لمجابي إلى مقر مراسم أداء اليمين الدستورية ومن المقرر أن يؤدي مينان جاكوا اليمين الدستورية كثاني رئيس في تاريخ البلاد وسط ترحيب عالميا باستقالة الرئيس السابق بناء على رغبة شعبية كانت وسائل إعلام رسمية ذكرت أن مينان جاكوا طمأن الرئيس السابق روبيرت مجابي بأنه وأفراد أسرته سيكونون بأمان في البلاد الموجز انتهى نشكركم للمتابعة